لماذا كل هذه المؤلفات والكتب والبرامج والدورات والمحاضرات التي نسمع عنها إعلام بين الفينة والأخرى في مجتمعاتنا عن التربية هل أصبحت التربية فعلاً يعني بوعبع يتخوف منه الآباء والأمهات والحوائل في مجتمعاتنا اليوم؟ نعم أشكرك على هذا السؤال الجميل دكتور عمر التربية لا شك يعني أن هذا الأمر والإهتمام بالتربية أمر يعني يدعو إلى السرور صراحة يدعو إلى الغبطة لأن الواقع تغير لم يعد الواقع بسيطاً كما كان الحياة تطورت العلوم تطورت الناس تطوروا كما ذكرتم بالمقدمة يعني هذا السيل من التأثير علينا وعلى أولادنا لا نستثني أنفسنا يعني يحتاج إلى تركيز أكثر بموضوع التربية كان المؤثر الوحيد على الأولاد هم العائلة لا يتعرضون لمداخل أخرى إلا بالمدرسة والمدارس كانت هادئة نظيفة كذا أما الآن فالواقع تغير تطور فكل هذه الدورات تدعو صراحة فعلاً إلى السرور الإهتمام أقول مثال واحد دكتور عمر بالنسبة لهذا الموضوع الآلة نحن لو اشترينا الآن آلة حديثة لم تكن موجودة في البيت أول شيء نهرع إليه ما هو دليل المستخدم الكاتلوك أو ما يسمى باللغة العربية دليل المستخدم ولا نسمح لأحد بالعبث بهذا الجهاز إلا إن علمنا أحد كيف نتعامل معه أو نحن نقرأ ونتثقف هذا جهاز بسيط ممكن أن نستعيد عنه بجهاز آخر كيف الأولاد فمن الضروري جداً الاهتمام وهذا الاهتمام كما أذكر وأعيد فعلاً رائع جداً لأن هذا الطفل سيدي هذا الجهاز لو أخطأت ربما يصلح أما الطفل عندما أخطأ في شيء من في أسلوب تربيتي هذا يؤثر على مستقبله سيدة في انتجاه آخر وعلى مستقبل الأمة كلها طيب قضية سرورك في هذه الاهتمام هل هذا يعني يجس عندك أنه في وعي مجتمعي نحو أهمية طبعاً طبعاً هذا يدل على تطور المجتمع أصلاً المجتمع تطور بكل مناحي الحياة ومنها موضوع التربية لم يعد كان الأول آباؤنا يعني تعلموا التربية من آبائهم كيف كان جدي يتعامل مع أولادي أبي يتعامل معنا والذين لا ينتبهون أن هذا الموضوع سيمايرسون نفس الأسلوب التربية كما أبوهم علمهم أو تعامل معهم سيتعامل وهذا لا يكفي المجتمع الواقع تغير الحياة تغيرت تطورت ينبغي أن نطور بوسائلنا عبر التثقيف قراءة الكتب حضور الدورات الآن اليوتيوب موجود بمئات المقاطع والدروس والمحاضرات والدورات التي تنمي أساليب التربية أنصح بشدة متابعة هذه الأمور يعني منهم مثلاً الدكتور مصطفى أبو سعد الرجل التونسي منهم الدكتور إبراهيم الخليفي الكويتي عنده مقاطع رائعة والكثيرون الآن أكتب تربية الأولاد الحديثة أو تربية الأولاد المعاصرة أو التربية الملتزمة أو إلى آخر تجد مئات بل آلاف النتائج وهذا أمر سار ورائع